انا عمر حمدي ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الشرحات انا فرحان جدا لأن الحمد لله والفضل لله وفضلكم وصلت لسيطمية مشترك وطبعا بتوفيق من ربنا ودعو منكم وبمساعدتكم ويا رب دايما بتقدم لحد ما نوصل للألف مشترك ان شاء الله موضوع حلقة النهاردة بيتكلم عن ازاي اترجم ملف سات طايتل لأي لغة لو اول مرة تزور القناة فضل ولايس امرا يعني تدوس على زر الاشتراك اللي تحت اللي لونه احمر او سبسكرايب عشان تتابعني ويوصلك كل جديد ولوم ما تابعيني القناة ياريت بقى شوية دعم كده بان انت تدوس لايك على الفيديو وتعمله شير وما تنساش انك تعملي كومنت بسيط تقول لي رأيك في الفيديو والمحتوى لانه اكسم بالله دوت بيرفع معنوياتي جدا وبيدعمني وبيخليني فرحان فرحان جدا ويلا بينا عشان نشوف الشرح على الجهاز طبعا في الوقت الحالي موضوع الساب تايتل انتشر جامد جدا وخاصة ان الموضوع دلوقتي داخل في ان الفيديو بيكون لي اكتر من لغة معروضة بالساب تايتل يعني ممكن تلاقي فيديو باللغة الانجليزية وبيتعرض بكذا لغة فعشان كده في الفيديو ده ان شاء الله هوريكم ازاي اقدر اترجم اي ملف ساب تايتل بسهولة وتقدر تعدل عليه في الترجمة كمان لو حبيت قبل ما ندخل في فيديو النهاردة فيه لينك بيعرض ويعرف ايه هو الساب تايتل وازاي استخدم برنامج الساب تايتل باحترافية ممكن تبص عليه بصه يمكن تستفاد منه في صندوق الوصف اسفل الفيديو لو الساب تايتل بيجي لك على هيئة ملف نص عادي او انه بيجي لك بالكود بتاعه ومحتاج يتعدل وقته او محتاج يتعدل ترجمته وممكن تشتغل نفس الطريقة وعامة ممكن تقول لي تشتغل ازاي في الساب تايتل في التعليقات وانا هحاول اقولك اسرع طريقة عشان تعمل ترجمة لملف الساب تايتل فانت محتاج تكون عامل ملف من البرنامج عشان الترجمة اساسة من برنامج الساب تايتل هتروح على فايل بعدين سيف از بعد كده هتختار المكان واسم الملف وامتداده ويكون اس ار تي بعد ما تعمل اكسبورت ملف الساب تايتل او تاخد الملف اللي موجود عندك اللي جاهز هتدخل على الموقع ده هتلاقي رابط الموقع في صندوق الوصف اسفل الفيديو هتاخد ملف الترجمة اللي خرجناه من البرنامج واللي المفروض انه جاهز للترجمة وهنحطه في المكان ده كده او هتدوس وتعمل اختيار للملف بمكانه الموقع في ثواني معدوده وعلى حسب مساحة الملف بيعرض الملف بالنص الاساسي بتاعه والترجمة المقابلة ليه تقدر تختار لغة الترجمة من اي من اللغات اللي هنا في الجزء ده واي لغة انت بتختارها الملف المفروض انه بيترجم للغة الترجمة بعدين تبتدي تعدل على الترجمة اذا حبيت بانك بتقف على اي خيانة عايز تعدلها وبعد كده بتعمل حفظ الملف وتنزل منه النسخة الاس ار تي واللغة اللي انت مختارها بتنزل في اخر الملف بدوت والكود بتاع اللغة يعني مثلا الفرنش اللي احنا نزلناه بيكون دوت اف ار ولما تفتحها في البرنامج هتلاقيها نزل التمام بالطريقة دي تسهل عليك جدا في ترجمة الملف الى لغات متعددة الا لو لغتك الانجليزية متزبطة واتمنى ان حلقة النهاردة تكون عجبتكم وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتسيبوا تعليق عليه ولو اول مرة تشرفني ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس الاحمر اللي تحت عشان تبقى من متابعيني ويوصلك كل جديد وشكرا لوقتكم واتمنى لكم كل الخير وانتظرونا في حلقة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة